الصراع على المناصب في العراق يصجع الكتلة الكبرى فما أن أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ترشح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية حتى أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني أن لديه مرشحاً للمنصب وبالتالي هو غير ملزم بترشيح صالح ويضغط الحزب الديمقراطي لتأجيل انتخابات رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي إلى ما بعد انتخابات الإقليم في الثلاثين من سبتمبر صحيفة الحياة كشفت أن الاتحاد الوطني رفض صفقة تشمل حصول الديمقراطي على منصب محافظ كاركوك وبقية الوزارات في المقابل تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية ما دفع الأخير إلى مطالبة الأطراف التي عقدت صفقة انتخاب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التي أشرف عليها قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني بالضغط لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتخابات برلمان الإقليم الانقسام يمتد إلى حزب الدعوة الذي تتجه التكهنات إلى احتمال تجميده عضوية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متهما إياه بتشتيت الحزب واحتمال خسارته منصب رئيس الحكومة الذي يحتفظ به منذ العام 2005 وقال العبادي إن المالك هو من رفض توحيد الحزب وأنه حال دون انتقال مقتضى الصدر إلى المعارضة وهو ما تخشى باقي الكتل السياسية هدير الربيع العربية